اشتركوا في القناة في المنتج الزراعي للحديث عن الواقع الزراعي في الشمال المحرر والبحث في صعوبات والتحديات والحديث عن دعم الفلاح يسرنا أن نستضيف اليوم الدكتور محمد الأحمد وزير الزراع والري أهلا وسهلا بكم دكتور أهلا بكم حياكم الله بداية دكتور لو نتعرف على هيكلية وزارة الزراعة نعرف الأخوة المتابعين الوزارة المؤسسات التابعة لها ولو بشكل مختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود بداية أن نوجه التحية إلى كادر راديو الثورة على إتاحة لنا هذه الفرصة لقاء الأخوة المتابعين وخاصة الأخوة المزارعين للتعرف على أهم المشاكل التي يعاننا منها أهلا وسهلا بكم إجابة على سؤالك عن هيكلية وزارة الزراعة والري طبعا وزارة الزراعة والري هي أحد مكونات حكومة الإنقاذ والتي نشأت منذ الحكومة الأولى في عام 2017 وتتكون وزارة الزراعة والري من خمسة مديريات المديري العامي للزراعة بإضافة المديري العامي للموارد المائية وكذلك الأمر المديرية العامة للمخابر والجودة ومديري اكثار البدار بإضافة إلى الإدارة العامة للبحوث العلمية الزراعية التي تم إنشاؤها مؤخرا تمام دكتور بارك الله بكم حتى لا يسرقنا الوقت ندخل بالموضوع مباشرة تمام الهاجس الأكبر اليوم بالنسبة للفلاح هو موضوع الدعم أنتم كوزارة كما تفضلت الدور الذي تقومون به على أرض الواقع يعني الفلاح يحتاج إلى شيء ملموس تمام أنتم كوزارة ماذا تقدمون للفلاح اليوم بداية يجب أن يعلم الجميع أن عمل الوزارة هو عمل استراتيجيه وهذا العمل استراتيجي ليس بالضرورة أن تبانوا آثاره بشكل مباشر أو خلال فترة قصيرة نحن طلقنا من أهم مشكلتين معاني منها القطاع الزراعي ألا وهي ارتفاع تكاليف الانتاج وبالتالي نعمل جاهدين على توفير مستزمات الانتاج بالنوعية والكمية المناسبة وبأخفض التكاليف الممكنة بالإضافة إلى رفع إيرادات القطاع الزراعي وذلك من خلال خلق أسواق جديدة للمنتجات الزراعية منعا لحدوث الاختناقات التسويقية أو رضوخ المزارع إلى مجموعة من الخسارات نتيجة بيعه للمحاصيل الزراعية بأسعار منخفضة تماما موضوع يعني عم نحكي نحن عن موضوع الدعم تمام بالفترة الأخيرة بلد الفلاحون والأخوة المواطنين بشكل عام يتداولوا الموضوع القروض العينية تمام القرض طبعا ألو تسمية خاصة لديكم نعم قرض الحسن تماما القرض الحسن نعم غير القروض السابقة صدر إعلان من قبلكم أنتم كوزارة بشروط لو نكلم الأخوة المواطنين عن هذا القرض شروطه الفائدة منه لمن حصرا لكل مزارع أم هناك شروط محددة لابد من التقيد بها بداية أريد أن نوضح صورة مهمة على آلية الدعم طبعا آلية الدعم تكون على وجهين الوجه الأول من خلال مجموعة من القرارات والقوانين التي تسنها وزارة الزراع والري والتي مشأة ناحية حماية المنتج المحلي كأصدار الرزنامة الزراعية التي تحضر دخول المواد الزراعية أو المنتجات الزراعية المشابهة للداخل في المناطق المحررة حتى لا يحصل هناك منافسي سلبي من قبل المحاصيل المستوردة إذن هذه هو أحد وسائل الدعم للفلاح أنه منع المنتجات المشابهة تماما بالإضافة نعمل على مراقبة المستلزمات الزراعية من أدوي ومودات وأسمدي وما شابه ذلك من خيال إخضاعي لمجموعة من الاختبارات بحيث تكون مناسبة وتمتلك المواصفات الفنية اللازمة للأخي المزارع في الفترة الماضي تم إدخال مجموعة من هذه المستلزمات ولكن ليست بالجودي المطلوب من تكبد المزارع خسائر إضافية أما عن موضوع القرض الحسن الذي أطلقه مؤخرا من قبل وزارة الزراع والرأي فتعمل وزارة الزراع والرأي على دعم محصول القمح لأكثر من سبب وعلى رأسهم أن القمح يعتبر محصول استراتيجي محصول أمن غذائي فنحن نعمل على دعم المزارع حتى يزرع مساحات إضافية من القمح حتى يكون لدينا هناك مخزون استراتيجي من مادة القمح حتى نتعرض إلى أزمات بما يتعلق بموضوع إنتاج الخبز حصل شيء على أرض الواقع الآن أنتم باشرتم بتطبيق القرار؟ طبعا القرض بدأنا بإطلاقه منذ بداية الشهر الماضي من 11 وبدأ المزارعين يتوفدون إلى الدوائر الزراعي والاكتتاب على هذا الدعم أو طبعا أنت طرح السؤال هل هو يختص بشريحه؟ لا نحن فتحنا البجال أمام جميع الأخو المزارعين وسهلنا أمور الاكتتاب وتم التناقش والتحاور مع الأخو المزارعين وتم عفاهم من كثير من الطلبات اللازمة لديناك بيان قد عقار وما شاء بها ذلك هذه أمور روتينية لابد من تجاوزها؟ تماما تجاوزنا حتى نسهل العملية والآن تقريبا وصلنا إلى مساحة لا بأس بها ضمن المساحة المخططة طبعا نحن نسعى إلى الوصول إلى مساحة 20 ألف كتار من أصل 60 ألف كتار هي المساحة الصالحة للزراع للقمح حصرا للقمح حصرا تماما يعني قرض لمنتج آخر الأمر غير مقبول أو لن يقدم الدعم له؟ الآن البرنامج هو برنامج دعم القمح ممكن أن نفكر في العرو الصيفي وفي العرو الخريفية في دعم محاصيل أخرى تتعلق سواء بإنتاج محاصيل للسوق المحلي أو محاصيل استراتيجي أو محاصيل صناعي طيب تماما دكتور نحن رحنا على أرض الواقع لعند مجموعة من الفلاحيين وأجرينا استطلاع خلينا نتابع أنا وياك تمام أنت كمزارة شو الصعوبات اللي عبدت واجهها بهذا الوقت؟ مثلا اليوم أنا سئتي على الكهرباء الكهرباء غالي المواد اللي حطها الأسمة دي المواد اللي اليوم اليد العاملي يعني الفاعل إذا بجي فاعل اليوم اليوم عبياكل نص موسمة أجرات غالي أسعار رخيصة يعني اليوم بتشيل موسمك تطلع الحمد لله رب العالمين خسران طيب أشو المواد اللي عبتنقصك أكتر شيء هي لتنجح زرعتك؟ كل شيء أنا زرعي اليوم بدو أسمي دي بدو بخ بدو مبيدات بدو بدو كتير يعني عندك يد عاملي بدو ركيش بدو عشافي بدو آخر الموسم قطعم السمار يعني اليوم كل شيء غال اليوم فاللاحظة دي جاي يفلح لك الأرب بيقلك الماظوت والله هي عم نواجه كل شيء يعني نقص سماد أسمي دي مبيدات حشرية يعني وغالا عب نشتراه كل شيء مواد بالدولار تجوا عند بدو يطلع موسمك بالتركي يعني فرع عملي كمان عبيروه كلو هدر بهدر يعني الفلاحة عبشتغل بشتغل 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 مت كأني ما عبشتغل طاويل غالا ما زوت نقص أسمي دي يعني الشيء ما حط عم نحط العشرة لأن أخو عشرة يكون نخمل حالنا وشتغلنا بس عم نضيعوها التضييع يعني ما فيه إنتاج طاويل انتي كمزارة لمين بتحمل مسؤولية تقلب دعم الفلاحة للمسؤولين وزارة الزراعة أشو بتعجيه رسالة للحكومة لازم يبحثوا في الأمر يعني لله المستعان هذا الشيء ما مزبوط طاويل يعني طيب أشو رأيك بالخروض اللي عب تقدمها الحكومة للفلاحة هاي نحن ما عم نشوفها طاويل ما فيه هذا الشيء نهائيا والله السماد غالي ويعني ما مدعموني شيء طاول لا سماد لا شيء أشيء طاول طيب أشو المواد اللي عب تنقصك أكتر شيء اللي تنجح زراعتك؟ متوازن، فسفور، سلفات، بخة حشري، ورغة يعني كله كله ينقصنا أهم الشيء عنا نحن التسويق، التسويق، أهم الشيء التسويق يعني نوصل الانتاج بيطلع الانتاج تبيتنا بنزلوا على سوق الهال اللي عب يروح بأرخص الأسعار، وفرع اللي عمليه كتير 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 عب يزبحنا طيب أشو المواد اللي عب تنقصك أكتر شيء لتنجح زراعتك؟ السماد، السماد والسم، المبيدات لمين بتحمل مسؤولية قلة دعم الفلاح؟ هي أكيد الحكومة المسؤولة عننا طيب الحكومة عب تقدم لكم شيء؟ لا، نحن ما، ما شفنا شيء كيف توجه لهم الرسالة؟ الرسالة يديروا بالنا على الفلاح بشان يديروا بالنا على الأرض يعني أكتر من هيك بشان نقدر نعطي إنتاج أكتر من هيك شو رأيك بالقروض اللي راح تقدمها الحكومة للفلاح؟ إن شاء الله يكون الخبر صحيح بس ما شفنا شيء أخي، الصعوبات تبيتنا نحن عم نوصل لهم لحرط الإنتاج عم نروح على سوء الهال عم نبيع بأرخاص الأسعار ليش؟ ما أعرف يعني عب يكون سعر طيب عم سبحان الله حظنا عاطي سوءنا ما مظبوط ما أعرف كيف هو الوضع؟ والله الصعوبات يعني من غلل الأسعار، فهمتشنون؟ بالسماد والبزورات بشكل عام، فهمتشنون؟ أشو المواد اللي عم تنقصك أكتر شيء لتنجح زيراتك؟ المتوازن، الفوسفور، السيلفات، اليوريا ستة واربعين أنت لم يم تحمل هالمسؤولية بيقل الدعم الفلاح؟ للمعانين بهالشهاد أكيد يعني، فهمتشنون المعتنين بالشهاد ومسؤولين عنه يعني الحكومة عم تقدم لكم شيء؟ ما في أي تقدم أو أي شيء أشو بتوجه رسالة للمسؤولين؟ نتمنى أنه يطلعوا ويشوفوا وضعنا، أنه يشوفوا أنه يا أخي فعلا شيء من غلاء عم تغسر الزراعة، ما في إفادي أي إفادي من وراء تقصيرهم يعني حقيقة شو رأيك بالقروض اللي راح تقدمها الحكومة للفلاح؟ نحن نتمنى أنه تقدم قروض تساعدنا وتغوينا على شغلنا بالعودة إليك دكتور محمد طبعا هناك أكثر من ملاحظة لو نعقب على الاستطلاع موضوع اللي لاحظنا أكثر من أخ عم يحكي عن موضوع التسويق تسويق المنتج الزراعي يعني تكاليف ومصاريف كثيرة وآخر شيء يعني مثل ما تفضل الأخ نعم ينزلوا على سوق الهال يبيعوا بأرخص الأثمان أنتم دوركم كوزراء يعني كيف ممكن يتخففوا على الفلاح بهذا الأمر؟ حقيقة كما ذكرت لك سابقا أن أحد المشاكل تعانيه المزارع هي المشاكل التسويقية فنحن نعمل على إيجاد أسواق جديدة من خلال تسويق الفائض عن الحاجة المحلية باتجاه أسواق خارجي معروف سابقا أنت كانت المنتجات المحاصيل الشتوية يتم تصديرها باتجاه دول الخليج ودول لبنان والمحاصيل الصيفية باتجاه دول العراق أسواق خارجية لين مثلا يعني؟ باتجاه العراق باتجاه دول الخليج باتجاه دول لبنان فكانت هذه الدول من أكثر الدول المستورة للمنتجات الزراعية في منطقة إدلب فنحن نسع جاهدين من خلال العلاقات لحكومة الإنقاذ بالتواصل مع الجهات القائمة على هذا الأمر من أجل إيجاد أسواق جديدة بالإضافة من خلال تشجيع التصنيع الزراعي حيث الفائض من الإنتاج الزراعي تحول إليش إلى تصنيع زراعي طيب دكتور أنت تتفضل تقول نعمل على خطط لتصدير والتخفيف عن الأخ المزارع الذي ينتاجه وتسويقه أحد المسؤولين ووصلتنا معلومة أنه خلال عام تم استيراد أربعين ألف طن من مادة البندورة طيب نحن كوزارة زراعة كبلد زراعي معقول نحن نستورد هذا الكم الهائل وبلدنا أنتو دوركم كوزارة زراعة دعم المزارع معناتها أنتو لازم تشتغلوا على هذا الأمر أربعين ألف طن هذا رقم دكتور برأيك يعني رقم هائل هو يعتبر رقم كبير وهو تقريبا تقريبا يعد متوسط استهلاك في المنطقة المحارة معنات المزارع تدمر بهذه الطريقة ولكن هذا الأمر حقيقة تم الاستيراد بناء على عدم زراعة المزارع لهذا المحصول تمام فلما نقام هذا المزارع في هذا العام بزراعة مساحات كافية من المحصول قمنا بمنع دخال هذا المحصول والحمد لله رب العالمين لم تحصل أي أزمة تسويقية ومن خلال دراسة الإرادات والتكاليف المحصول البندورة لو ذكرناه كان هناك هامش ربح لا بأس المزارع بما يتعلق بمحصول البندورة وكذلك أمر لم ترتفع أسعار المحصول نتيجة منعه دخوله من الخارج إلى قفزات في سعره بينما كان هناك مراقبة الأسواق وتحكم وضبط لسعر البندورة كونها تعتبر مادة أساسية من المواد التي يحتاجها المواطن للاستهلاك المحلي طبعا نحن على سبيل المثال تكلمنا عن البندورة كونه هذه المعلومة كانت موجودة عنها أمر آخر لو عقبنا على موضوع الاستطلاع أحد الأخوة قال لك أنه كثير نشتري المواد الأولية الأسمية بالدولار كل شيء يتعامل معه اليوم بالدولار ويبيع منتجه بالليرة التركية طيب أنت أدر اليوم بوضع الليرة التركية كيف أصبح طيب هذا تقريبا الفلاح أصبح بوضع لله المشتكى أنتم كوزارة زراعة ما دوركم بهذا الأمر يعني عمد يشتري بالدولار معنا تلازم يبيع بالدولار بهذه الطريقة حقيقة هذا تتولون دوركم بهذا الأمر هذا الأمر يتعلق بالمنظوم الاقتصادي الموجود في المنطقة المحررة وليس فقط مناطفي في عمل وزارة زراعة لا يستطيع تستطيع وزارة زراعة أن تفرض أسعار المنتجات الزراعية بالدولار والأزمة الحاصلة حقيقة هي أزمة عالمية اليوم اللي هو ارتفاع مستزمات الإنتاج تكاد تصل إلى أكثر من مئتين بالمية اليوم يعني سعر السماد كان بحدود ثلاثمائة وسبعين اليوم أصبح بحدود ثلاثمائة وثلاثين فأسعار تضاعفت وهذا يعني يقاس على باقي المواد حتى بذار القمح هذا العام تم رفع بشكل كبير جدا في ذلك ساعة الوزارة تقديم القرض الحسن بما يتعلق بمحصول القمح فنقوم بتقديم هذه المواد بالسعر التكلفي اليوم نحن نقوم بتقديم سعر البذار بثلاثمائة وثمانين بذار معقم محسن مغربل متريل أي خائد ثلاثمائة وثمانين دولار لطون البذار طون الواحد طون الواحد بينما اليوم سعر البذار أو سعر القمح المعد للطحن يتعدى ثلاثمائة وثمانين دولار تدعمون أنواع محددة من القمح أم كل أنواع مثلا؟ كل أنواع هي أنواع التي الموجود هنا أنواع القاسية وأن هناك في مناطق ترغب بزراعة القاسية ومناطق ترغب بزراعة الطري فنحن نقوم بتقديم هذا البذار بعد تعقيمه وغربلته وتريلته حتى يكون خالي من البذور الغريبة وتقديم المزارع بسعر أقل من سعر التكلفي لديكم مكاتب للتسجيل بكل مناطق لو عدنا لموضوع القروض نحن لدينا بحدود الـ 12 دائرة زراعية منتشرة على كل المناطق المحررة لتخفيف لعباء السفر للأخر المزارعين يتم التسجيل هناك وثم يتم ترحيل هذه المعلومات إلى مركز الوزارة وتقديم البذار الآن هو مركزه يأخذه من مكان الذي يتم فيه تعبئة البذار بعد تعقيمه وغربلته باقي المستزمات التي سوف يتم دعمها سوف يتم تقديمها في مراكز قريبة لأماكن الزراعة كالمبيد للعشاب العريضة كالهيوميك أسيد وكالمحروقات وكذلك الأمر السماد سوف يتم تقديم هذه المواد بسعر التكلفي حتى نخفف لعباء على الأخ المزارع وأنت تعلم أن سعر القمح يرتبط بالسعر العالمي فإن شاء الله سوف يتحطق هنا السؤال سيتدخل موضوع التصريف بالإيصال المادة للمستهلك؟ أكيدا نحن عبر وزارة الصعود بالدولار عبر وزارة الصعود سوف يتم شراء المحصول بالدولار طيب استلام المحصول من الأخ المزارع لنفترض مثلا أنتم كانوا لديكم خطة باستلام المحصول عند جنيو ستستلمون أيضا بالدولار أم بالليرة التركية نحن نفس السؤال عم نحكي يعني أكل المزارع من هذا الناحية عم يشتري بالدولار؟ منذ ثلاث سنوات نستلم القمح من الأخوة المزارعين بالدولار نحن نعلم مدى تفاوت الأسعار ومدى التلاعب بقيمة صرف العملات سابقا كانت الليرة السوري من فترة بدأت الليرة التركي في ذلك نعمد على شراء المنتجات الزراعية الاستراتيجية كالقمح وما شابه ذلك بالدولار موضوع شكاوى بعض المزارعين طبعا دائما هو خفض الدعم أو بالأصل ما فيه دعم لاحظنا أحد الأخوة المستمعين عم يقول بالنسبة له موضوع المحروقات البذور الأسمدة المبيدات كل هالأمور هاي أنتم تقدمون شيء على أرض الواقع نحن منذ عام 2017 نقوم بتقديم المحروقات بالسعر التكلفي لأخوة المزارعين لديهم تواصل معنا تمام وممكن أن نعود إلى سجلات دعم تقديم هذه المادة على مدار العام بالتعاون مع الشركة الموردية التواصل مع مين مع الوزارة أم لديكم مثل المديريات لدينا دوائر منتشرة لدينا ثلاث مديريات مركزية تمام ولدينا دوائر بحدود 12 إلى 13 دائرة منتشرة في المناطق المحررة الوصول عن طريقها طبعا ويتم الاستلام من هذا فيما يتعلق بالمحروقات بالمحروقات الأسمدة المبيدات طبعا نحن نركز على المحروقات كون المحروقات هي تعد أكبر تكلفة تحميل المزارع تمام العنصر الرئيسي باقي المستزمات نراقب جودتها عن طريق مخابرنا عن طريق مديريات المخابر والجودي فنسمح بدخول الأسمدي والمبيدات ذات الجودي العالي ورفض ما دون ذلك طيب بما أنه اليوم المحروقات أسعار غالية جدا وتربطون الأمر عالميا نعم وهذا لا يخفى على أحد تعملون على دعم مثلا بعض المزارعين وخاصة اليوم نسبة كبيرة من الفلاحيين اتجهت نحو موضوع الطاقة طاقة الكهربائية نعم لديكم خطة مثلا للعمل بهذا الاتجاه نعم أكيد دراسة تقديم قروض حسني لأخواء المزارعين بالطاقة الشمسية دراسة معدية من فترة وجاهزية ولكن أنت تعلم اليوم موضوع توريد هذه الألواح متعلق بالسوق الخائر الآن لم نحصل على جهة تقوم بالالتزام بالسعر وبالكمية ولكن من خلال العلاقات سوف نحصل على كمية ندعم بها أكثر من ألف مزارع أو ألف بير للطاقة الشمسية باستطاعات تروح من 30 إلى 55 أحصان للغاطس الشيء بالشيء يذكر بما أنك تحدثت عن موضوع الآبار لدي طبعا سؤال بالنسبة لموضوع ترخيص الآبار أعدادها ملاحقة المخالفين بتاريخ 1-6 أصدرتم أنتم كوزارة زراعة قرار بمنع حفر الآبار من تاريخ 1-6 حتى تاريخ 1-10 طبعا تحت طائلة المسئولية الآن اليوم نحن بتجاوزنا الشهر العاشر لا زال القرار معمولا به أم حقيقة نتيجة شح الأمطار التي تعرضت له المنطقة في الفترة الماضية وكان هناك في طلبات كبيرة جدا لحفر الآبار ويكون الحفر بشكل عشوائي وليس مدروس فلاحظنا انخفاض مناسب المياه في الآبار التي تقاس من قبل المدرين العامي للموارد المائية فتوصلنا أنه يجب منع حفر الآبار إلا بإذن فبداية منعنا الحفر بشكل كامل لمدار شهر ومن ثم أطلقنا شروط لإعطاء الرخصة يجب أن يكون مثلا في مسافات معينة بين البئر والبئر حتى لا يصير هناك تأثير سلبي على مخزون المياه يجب أن يكون المزارع المقدم لطلب الترخيص يزرع مساحة معتبرة تحتاج حقيقة إلى كميات مياه بناء هذه الشروط نعطي الترخيص اللازم بعد الكشف الذي تقوم به اللجان المختصة ما رخص وكان عم يحفر فيه استثناءات؟ استثناءات ما فيه استثناءات؟ إطلاقات أبدا فيه شروط للحفر لابد أن يكون هناك ترخيص يجب أن يكون هناك مرخيص أي حالة يتم حاسبة أوصولا أحد الأخوة يسأل أنه مثلا فينا استثناء أو كذا يا أخي ما لقدر يرخص الاستثناء يختلف من منطقة لمنطقة فضلا نحن حطين يجب أن تكون المسافة فوق 800 متر بين البئر والبئر هناك مناطق نقول هي غنية بالمياه ممكن تجاوز هذه المسافة من 800 إلى 600 إلى 500 يعني هناك بعض الاعتبارات مثلا هناك مزارع لديه مثلا مشكلة معينة يزرع مساحات كبيرة فممكن إعطاءه هذا الترخيص باستثناء تماما دائما الهاجس الأكبر بالنسبة للدول على مستوى العالم اللي نعرف هذا الأمر هو الاكتفاء ذاتيا تماما ونحن بلد زراعي والحمد لله وكل المواد الأولية متوفرة بالنسبة للأرض الحمد لله رغم ضيق مساحتها اليوم كثير من الأمور موجودة ليد العاملة أنتم لديكم خطة لموضوع الاكتفاء الذاتي على المدى المنظور على المدى البعيد تماما نحن بقانا سنتين نصدر خطة الاستثمار الزراعي ونحاول أن نلزم بها لخ المزارعين من خلال أخذ أكثر من معيار سواء معيار الاكتفاء الذاتي لأسوق المحلي معايير اللازمي للتصدير معايير التصنيع الزراعي وبالإضافة إلى معايير الأمن الغذائي بما يتعلق بخلق مخزون من بعض المحاصيل الاستراتيجية كالقمح وما شابه ذلك كما نعمل على إدخال مجموعة من المحاصيل التي تعتبر محاصيل صناعي كمحاصيل الذراء العلفية والزيتية ومحاصيل القطن ومحاصيل دوار الشمس والفول السوداني وتم استيراد مجموعة من الأصناف من دول الجوار وتم تجربتها في حقول إكثار البذار والبحوث على المياه الزراعية وتم تحليل القيمة الغذائية لهذه المنتجات وتم استبعاد بعض المنهاء واعتماد بعض الأصناف التي سوفتوا عمم إن شاء الله في الدورة الصيفية القادمة على الأخوة المزارعين تماما الوقت ده همنا صراحة دكتور بقي لدي سؤال دعم المشاريع الهامة الآن في المحرر بيوت محمية التشجير ريب التنقيط لديكم هذه المشاريع على أرض الواقع حقيقة نحن نركز اليوم على دعم وسائل الري وتقنين صرف في المياه من خلال دعم مشاريع الطاقة الشمسية للأخوة المزارعين كون أكبر تكلفة تحمل المزارع هي تكاليف الري عشان يستغني عن الوقود وبتعرف أن غلاء الوقود هو غلاء عالمي كذلك مر ندعم مشاريع الزراعات بوسائل الري الحديثة كالري الرذاذي والري بالتنقيط ومنع السيقاية بأسرح لأنها سهل كميات كبيرة من المياه بالإضافة إلى إدخال أصناف جديد من بعض المحاصيل وكذلك الأمر نسعى إلى إيجاد هجون جديد عن طريق قدرات محلي عبر الإدارة العامة للبحوث العلمية الزراعة بعد تجربة إن شاء الله في حقوقنا يتم تعميمها على الأخوة المزارعين كذلك يوجد بعض التجارب بما يتعلق بموضوع الإنتاج الحيواني للتغلب على غلاء الأعلاف هناك لدينا تجربة خاصة في وزارة الزراعة والري لإنتاج المحاصيل العلافية المستنبتة ضمن غرف معزولة يتحكم بدرجة الحرارة والرطوبة هذه ممكن يتوفر الغذاء الأخضر للحيوانات الزراعية وتخفيف استهلاك الأعلاف المستوردة فهناك أكثر من مجال نعمل به على دعم الأخوة المزارعين لتخفيف الأعباء عليه نتمنى أن تقوموا بواجبكم ونحن ليس لدينا شك إن شاء الله بهذا الأمر صراحة المحاور كثيرة لكن الوقت دهمنا أشكرك دكتور محمد الأحمد وزير الزراعة والري بارك الله بكم وإياكم الله متابعين الكرام في نهاية هذا اللقاء نشكركم على طيب المتابعة ونتمنى أن تبقوا بخير نتمنى أنكم قد أوصلنا صوتكم فيما يخص هذا الموضوع كونوا معنا بموضوع جديد وبحلقة جديدة في الأسبوع القادم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته